تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أمس الأربعاء، من توقيف سيدة بمدينة فاس، تبلغ من العمر 48، وذلك للاشتباه في تورتها في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية ولا امتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صاحبة قناة على موقع يوتيوب تدعى مين عيمة، كانت قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجدة كوفيد-19، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها، يضيف البلاغ تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن أسباب وخلفية نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام، وأشار البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن أسباب وخلفية نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام، اشتركوا في القناة